معروف ان الهواتف فتاع الايفون يعني مستقلة بذاتها مش عايزة تنقل لأي جهاز تاني او هي تستقبل من اي جهاز تاني الا لازم من العلة بتاعتها يعني من ايفون لأيفون او من ايفون لماك لكن دلوقتي في الفيديو ده هنشرح مع بعض ازاي تقدر تنقل صور فيديوهات كل الملفات حتى التطبيقات من خلال الكمبيوتر هتنقل كل الملفات من الايفون للكمبيوتر او من الكمبيوتر للايفون بكل سهولة وكمان بسرعة فائقة يلا بينا كنا نبدأ الشرح لكن متساش تعمل ال لايك وسبسكرايب ويلا بينا اول حاجة لازم تعملها انك تنزل برنامج اسمه سري تولز طبعا انت هتقولي سري تولز ده انا عرفته وشفت فيه اللي شروحات كتيرة لكن الفكرة كلها نفيش حد بيستخدمه بشكل مجاني يعني كل اللي بيستخدمه على ييتيوب تقريبا بيستخدمه المدفوع لكن اقولك ازاي تقدر تستخدم النسخة المجانية علشان تقدر تسحب الملفات بتاعتك او تنقل الملفات بتاعتك من الايفون للكمبيوتر او من الكمبيوتر للايفون زي ما انت شايف كده انا هجيب تليفون الايفون بتاعي وبعد كده بجيب كابل الايفون تمام بركب الكابل في الكمبيوتر تمام وبعد كده بروح انا انزل برنامج اسمه سري طولز زي ما تشايف كده اعمل كونكت معي عادي جدا لكن المهم دلوقتي بنروح عندنا على حاجة اسم الشاهد أبص دور على حاجة اسم الشاهد أبص بعد كده بروح عندك على كلمة فيو زي ما انت شايف كده تروح عندك على كلمة فيو تضغط عليها ضغطة وهنا بقى بيقولك ازاي تقدر تنقل الملفات بتاعتك او تاخد الملفات بتاعتك عادي جدا طيب انا محتاج ان انا انقل ملف من الكمبيوتر للآيفون كل علي بس زي ما اقلتلك بتروح لأبس وبعد كده بيقولك هنا فيو طبعا هو عمله شيرت باللون الاخدر اضغط عندك على كلمة فيو وبعد كده بتضغط عندك على كلمة امبورت وبعدك هسيلكت فايل تمام؟ مثلا على سبيل المثال ان انا ممكن اختار اي فولدر من الفولدرات دي او فيديوهات من الفيديوهات دي مثلا اختار الفيديوهات دي كلها تمام؟ ومعهم كمان اي فيديو تاني وانا افترض ان هو يكون مميز باللون الاخدر كده اضغط عندك على كلمة اوبن وبيعمل ابلود عندك في حاجة اسمها ايدفايس عندك في الايفون فانت هتنتظر شوية لحد مايتم وبعد كده بيقولك امبورتز فايل عندي هنا سيفن فايلز امبورتز ساكسست اللي هو تم استقلام او ارسال الفايلات دي على جهاز الايفون يبقى انا كده نقلت الملفات من الكمبيوتر للآيفون هتضغط عندك على كلمة اوكي هتلاقوا متسجلين عندك طيب هنا بقى بنرجع تاني لتليفون الايفون بتشيل الكامل بتاعك وبعد كده بتروح عندك على الملفات تروح تدور عندك على كلمة الملفات وبعد كده بتضغط عندك على حاجة اسمها التصفح افضل اضغط عليها كتير لحد ما يزهر لك الصفح اللي قدامك دي كده كل عليك بس بتضغط عندك على كلمة ايفون وبعد كده بقولك هنا سري طولز خلي بالك تضغط عليها ضغطة كده هتلاقي اللي هو سبع او ست فايلات هنا زي ما تشايف كده ست فايلز عندك او ست ملفات هم موجودين عندك في الجهاز كل ما اللي عليك بتحددهم مثلا على سبيل المثال اضغط عندك على كلمة تحديد لو ما لقيتش تحديد بتضغط عندك على كلمة مشاركة خلي بالك بالنقطة دي لان ما فيش حد بيتشرح لك الحتة دي وكل اللي عليك بس بتضغط عندك على كلمة حفظ الفيديو حفظ الفيديو هنا مجرد بس ما بتيجي تضغط عليها بتنزل على طول عفل جلاري يعني لو رحت عندك في الصور هتلاقيها نزلت عندك بالشكل اللي قدامك ده كده كذلك برضو مثلا انا هحتاج مثلا ان انا نزل الخلفية اللي باللون ده كده اضغط عليها ضغطة وبعد كده مشاركة وبعد كده برضو اضغط عندك على كلمة حفظ الفيديو زي ما انت شايف كده الفيديوهات بتبدأ تتحافظ عندي بالشكل اللي قدامك ده كده انا دلوقتي يعني حفظت الفيديوهات عندي في او نقلت الفيديوهات او الملفات او الصور من الكمبيوتر بتاعي للتليفون طيب انا محتاج انقل الملفات او الصور من التليفون للكمبيوتر برجع تاني بركب الكابل الخاص بتليفون الايفون تمام لحد ما يظهر معي قدامي على سري تولز ومن هنا برجع تاني بروح عندي على برضو الفايلز خلي بالك انا كنت الاول رحت عند كلمة أبس المرة دي هتروح عندك على حاجة اسمها فايلز بتضغط عندك على كلمة الفايلز وبعد كده هتختار مثلا الصور الصور بتاعتك شوف بقى الصور انت تتصورت يوم ايه الساعة كام براحتك طبعا انا حفظ عن الخصوصية مش هوضح الصور لكن الفكرة كلها على سبيل المثال الصور دي متصورة يوم عشر اربعة وانا افترض ان انا تصورت النهاردة بتاريخ اليوم او اقرب تاريخ ليا اللي هو يوم تمانية ستة الفين اربعة وعشرين ده طبعا فيديو ممكن تعمل امبورت الفيديو طبعا دي صورة طب كل عليك بس مثلا فيديو حجمه واحد جيجا انا اختار مثلا الفيديو ده وقوله هنا اكسبورت وبعد كده اقوله احفظه عندي عدس كتوب ببرا وبعد كده بتضغط عندك على كلمة اوكي وقوله هنا دونت كريت خلي بالك بقى شوف الصرعة بيحمل جيجا تمام جيجا ونص او اثنين جيجا تقريبا اهوت فيه سرعة كبيرة جدا في تحميل او سحب الملف او الصورة او الفيديو او اي حاجة من تليفون الايفون للكمبيوتر كنا معاكم في شرح طريقة سحب الملفات او نقل الصور او الفيديوهات من الايفون للكمبيوتر كده نشرح انتهى بما يكون نشرح عجبك ياريب منساش تعملي بلايك وسبسكرايب ولحوطك تحاجة اتواصل معك في التعلاقات ونعرض عليك ان شاء الله دمتم بخير سلام